سبير! طيبا! أموري! ماذا حكايتك يا ابن؟ الحاج سألني بالنسبة لموضوعك انت وبنت ميدني؟ ما تفوضينا ما تصينا الهراب دي يا ابن؟ ايه الحكاية انت عايزة تطلع نعايل قدام الحاج؟ لا ليه يا ابن؟ نكونش سلامزة وهو النظر بتاعنا؟ يا ابن نفهم الكلام صح؟ الحاج تكبيل البطنية كلها وهو اللي بيراعم صالحنا حنا راسي من فوق يا ابن، بس ما يدخلش في اللي مالوش فيه؟ هو مالو باللي حصل بيني وللبيت؟ هو يعرف بيني وينها ايه؟ ناقص كمان يجيب لي كل الحريمة اللي عرفها ويوقفهم لي طابور واحدة واحدة ويقول لي اكتب عليهم؟ اعمل ايه يا ابن لابوها بوز الاغس؟ اللي راح اشتكاله وتحمى فيه؟ يا سلام يا ابن، دلوقتي احنا هننشي اوامره ويتهزم انا في السوق يا ابن، يا ابن دي الناس كانت تاكلوا الشينة يا ابن يا حبيبي محدش هيعرف هذا وما دين في حاجة مهمة لازم تعرفها مدام الحاجة خد خبر بالموضوع يبقى حنفس يعني حنفس ده سلونا يا ابني؟ يا ابا، يا ابا حرام عليك يا ابا ده سلوكم ايه؟ لكن انا من جيل وانتم من جيل كانت بلاش يا ابني العندي ده؟ احنا مش ناصين غضب العقاد علينا يا ابا ايه بتكلام اللي انت بتقوله ده؟ زي ما هو معلم كبير فانت معلم كبير، يعني راسك براسك احنا هنخاف منه؟ واين هو فاكر نفسه ايه؟ صدقني يا ابني احنا مش قده وديك عارف اللي حصل لحنفي لما حاول يقول تلت التلاتة كام شوف ايه اللي جرانه؟ او ترامى في السجن في قضية مش هيطلع منها اللي على ضهر ياه؟ يعني كل اللي حصل ده لحنفي ابو قطر حصل بيد العقاد اما ليه يا ابني؟ عشان تعرف ان الحاج يده طايلة وانت متأكد يا ابا انه قالك ممكن اطلق البيت دي بعد كده؟ اما ليه يا ابني؟ احنا لينا معزة كبيرة قاوي عند الحاج وكل اللي حصل ده حبيبي اوانطف اوانطف كل غرض الحاج ان البيت تولد وتاخد لها رشين وتصرف على الولد ايه؟ اوه؟ هه؟ ايه؟ موسيقى موسيقى هلو؟ هنالسة ماروة موجودة؟ ملازمة على لها داك يا زنبا اسلامي من كل لطي يا سلماروة بقولك ايه اسلامي في واحد اسلامي طلبك ست بهجائتي ما كيفش سيارة قدام الحق طيب ومين رد عليه انا اللي ردت عليه في الاول بعدك دا ست مامتك هيا اللي كلمتو وهيا فين ماما دلوقتي في الماما طيب روح انتي ماشي سيك يا سبت الكل محدش سأل عليك اه فيه الودي الزابي بتسأل عليك علاء يا متو وانا بقولك رجي قبازة قاذب تدين علاء قلت له انتي لسه في كلياتك ما رجحتيش طيب ما قالش هيتكلم امتى تاني ما قالش ازايك يا انيسة مارو اخبار المذاكرة ايه طيب الحمد لله قص يا سبت عبيت ابلغك بس انساعد بيه يتكلم من سيد مدير الادارة هو بيعتذر في الحقيقة هيكون مشغول شوية مالك اتخضيتي كده ليه ساعد بيه هينوب مكان يهمك انا كمان اكون موجود هشوف ظروف شغل ايه اللي تشوف يا حضرة الملازم ولو ان الندوة دي حتبقى مهمة قوي اتجيد حتستفيد لا انا مش قضي انا قضي حتستفيد في شغلت اتخلص يا بيت بقى لك ساعد تتكلم في التلفون ابوكي زمانه جاي ايوا يا علاء قضي حضرة الملازم في حاجة تانية تحب تضيفها طيب اوكي مع السلامة ايه في ايه يا ماما ما حضرة تعرف انا بكلمه ليه بصراحة بقى انا مش في صراحة للموضوع ده موضوع ايه موضوع اختلاتك بالناس دول انا مش فهمة ما لهم بس الناس دول اتفضل يا مولانا اتفضل المجلب كله نور في الافراح على طول ان شاء الله اتفضل هو مين اللي حتجاوز يا سبارة اتي مالك يا بيت اخليك في حالك واحسك عينك الباب ده يتفتح علينا طول من راجل ده جوه اتفاقgeschص اتفاق الله يخليك عك. اهلا اهلا يا فنة. مساء الخير. مساء الخير يا فنة. ازاي كان يا سامرة? اهلا يا حضرة المنازم. الدكتور سعيد هنام. المش في العام علاجنا الثقافية في الكلية. سيادة العميد سعد الصوي. اهلا وسهلا. شرفت فنة. اهلا وسهلا. الله يخليك. حضرة المنازم علي. اهلا على بيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طبعا ده فضيت نفس مخصوصة وشراحتها بالندوة. خفت لك ازعل. ازعل? ازعل ليه? مش انا قلت لك انك انت انا هتستفيد. والمهم يعني هتخلونا اتكلم ولا الكلام كله اني بقى لسه هتعميد. دي ندوة مفتوحة. يعني اللي عاوز يتكلم حدش هلو نعمل. تفتكر مين اللي حتجوز البيت منت ميدني? حيكون مين يعني يا بيت? الحج يا قبلة. ايه رأيوكو بقى? انا بتيال ان الحكاية دي مش جوازة. انها طلاقة. لان لو جواز حيتم في المكتب ليه ومن غير ما نسمع ولا زخروطة. بقى لاش دي? ايه البيت تمها فين? عندك حق ايه يا ريدي? انا عندي احساس بيقول ان الوات برعي هو اللي عامل اللي عامل السودة ديت. ولما الحج عرف جابه عشان يطلقها من غير ما حد يدرى. الله. طب وليه يعني ما يكونش الوات سمير ابن مطوع عنه يد في الموضوع. ايه اللي عاده وسط الكبار يا اختي? والوات ده بيشتغل يا سالي? ولا حاجة يا اخوي. وات صايع وعيش على اف ابو. ابو بيشتغل ايه راخر? وحد عارف ابو بيشتغل ايه? ايوة. بس ايه اللي جابه ما عند الحج? فضل يا مولانة. اهل. فضل. 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 اللي قلت في الحكاية. وزمان ده الوقت الحج قاعد مع البيت وابوها وبيديهم فلوس. انا مش فاهم بس انت مستعجلة على ايه بس يا اختي? اراي المثل. يا خبر بفلوس. بكرة يا بابلاش. طب يلا 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 كل واحد على شغله يلا مش همضيع اليوم. ايه يلا يا اخوة. وزي ما احنا عارفين مخدرات هي جمع الكلمة مخدر. والمخدر مهما كان فهو بيستخدم كعلاج وقتي اذا استخدم في الطب بنسب معينة. ما بيكونش فيه اي ضرر منه. لكن لو تحول بقى الى تعاطي بيكون شيء مدمر جدا. زي ما قلتلكم انه علاج وقتي. وكلنا شفنا وقرينا واسمعنا عن الاثار الفضيعة للادمان. علشان كده رفعنا شعار لا للمخدرات. الشعار ده بيعني لينا الكتير والكتير والكتير. بيعني الحفاظ على اقتصادنا. بيعني الحفاظ على اولادنا. بيعني الحفاظ على الاجيال القادمة. بيعني الحفاظ على كل شيء. ودلوقتي هنشوف الاسئلة اللي انتو بعدتوها. وحيقوم سيادة العميد سعد الصوية وحضرة الملازم علاء بالرد عليها. قولي. قد الوقتي عندك بضعات فاية في المرزان. قولي 100 كيلو كده. كي ان انت هتناج بضعات جديدة بقى. اه في الحياة احضر. نازمنا سفرية. سفرية ايه بس. انا مش محتاج خشب. وبعدين انا بقول ان كان اللي بان دول شوية. ايه ده. هو يوب عالي شوية. مرعي. خليناك تسلم معك. على رأيك حاج. هو كان جيه اللي ماره عريس. ايه ده. انت مين قال لك. يا حاج. ما في حاجة برضو تستيقب عني ولا ايه. يبقى انت بقى مش عايزنا نفرح معك. لا مش الغرب. بس اصبق بصباحك ربنا. البيت مش عايزة تتجوز. سعلا. هي غاوي علاء. ما عندك حق. ومش بس كده. البيت دي الغالية عن دي قوي. عشان كده انا مش عايزة اخصبها تعمل حاجة غصبة عنها. اه بقى.